هذا الفيديو بتبع الفيديو السابق اللي كان Single Phase Inverter هلا هون احنا عم نتحول ل Three Phase Inverter بتذكر في حالة Single Phase Inverter اخدمنا 4 RGBTs هلا هون صار عندي 6 RGBTs زي الحالة السابقة في عندي دايود مشبوك مع كل واحد من ال RGBTs لاحظوا الدايود هذا بسمح للكرنت يعني كرنت يعمل Freewheeling في Inductive Load لاحظوا الكرنت اللي كان وقته يمشي بهذا الاتجاه لحين الكرنت عادة اللي جاي من السورس يمسي بهذا الاتجاه فهون هذول مجموعة RGBTs مع Parallel Diodes 6 قطة عندي السورس نفس الشكل اللي كان مفيدا لنا هناك عندي هون 100V DC وكمان نفس الشي عندي هون 100V DC في مجموعهم 200V DC لاحظوا انه لما يكون هذا مثلا On شغل On راح اجيب 100V للOutput عند النقطة هاي ولما يكون مثلا هذا On راح اجيب منس 100V للOutput عند النقطة هاي فراح يصير بين النقطة هاي والنقطة هاي 200V 200V لما ينعكس الوضع فرضا لما يكون هذا شغال عفوا لما يكون هذا شغال وهذا شغال راح يصير عندي ناقص 100V هون وزائد 100V هون راح يصير عندي ناقص 200V فالOutput ممكن يتدددد ما بين 200V لحد منس 200V طبعا بحالة الثلاثة اللي بنا وجودها بدال 4P Generator راح يصير عندي 3P Generator بس بتغيير setting في هذا ال PWM Generator من هون غيرت من 2R Bridge 4P Generator 3R Bridge 6P Generator 3P Generator 2P Generator 0P Generator ألف وخمسمية ألفين وهكذا راح نشوف كيف زي حالة السنجل فايز انفيرتر راح يتحسن عندي شكل الساينسويدال ويقوم تبع الكرنت اللي بيمشي في الثري فيز ويقوم الموديليشن الاندكس بحدد لي الاندكس تبع الاتفوت فكل ما زدت الموديليشن الاندكس واكترب من واحد الاتفوت راح يقترب من الماكسيمم بوصيب الاليو كل ما نزلت راح يغير فهذه الطريقة لتغيير الافكتف فوتج وتغيير الكرنت في اللوت إذا نحن نخبي هذا على ثري ارم بسيكس بلس وبالتالي طمع راح يتحسن عندي هون ستة في هاي الكومباين السيجنال اللي طالة من هون ولذلك الملتكسر دي ملتكسر اللي اخترت وهون هو ستة ترتيب البلس سهل جدا وما فيش فيه تعقيد زي ما كان في حالة السينكرونايز سيكس بلس جنوريتر عندي رقم واحد بتروحون رقم اثنين بتروحها الثاني البلس التالت بتروحها الثالث رابع خامس سابس ما فيه تعقيد سهل جدا هذه البلتج ما بيحتاج يكون الا نون زيرو حتى يشغل زيرو حتى يطفل الآي جي بي تي وانيثنين ابوب زيرو هون احنا راح يعطينا هو الآتوت من زيرو لوان فوان بيصير كأنه كأنه ديجيتال وان راح يشغل الآي جي بي تي وزيرو راح يطفل هذا طبع مش في الواقع في الواقع راح يكون البلتجز اعقد من هاي لكن هون هو للتبسيط هن باخد انه اذا كان نون زيرو راح يشغل وزيرو راح يطفل طبعا هاد راح يشغل بالبلس ويت موديلاشن فرح يتغير راح يصير فيه بعدد من البلسز كل سايكل كل مئة وتمانين درجة او تلثمين وستين درجة وويتس تبع هادول الفلس المتغير هو اللي راح يسبب من يكون الآتوت ساينا سوي دعا اللود اخدته هون ستار كونكتد بس نقطة ستار مش مشبوكة في اي شيء خارجي ستار كونكتد ثري فيز لود إمدكتد 1 اوم وخمسة ميلي هنري 1 اوم وخمسة ميلي هنري 1 اوم 5 ميلي هنري 1 اوم 5 ميلي هنري وفي البداية راح اراقب الفولتجز اشوف كي بشكلة الفولتجز طبعا اللاين فولتج انا هون براقب اللاين فولتج اللي هو ما بين R-S هيو و S-T هون و T-R هون فهدول هم line voltage الثلاثة اللي راح يبينوا معي على هذا اللي سلسكو اخذت زي ما عملنا في هاته single phase inverter اخذت انا 5 microseconds في ال GUI في ال power GUI discrete هل نبدأ مثلا ب 150 همس نعمل اتران راح تلاحظوا هون انه في كل 180 درجة في ثلاثة pulses لاحظوا العرض تبع البلس بيبدأ رفيع بزيد عرضها هادي مبرد بنزل مرتين زي فكرة الساينوسويد يعني كأنه بتناسب مع الارتفاع تبع الساينوسويد ونفس الشي في ال negative part لما يشغل العكس بدل ما يشغل واحد اربع بشغل ما ثمانتينين ثلاثة او هاكت بس طبعا هون اعقد شوي لانه هادا ثري فيز مش سنجل فيز نفس الاشي هون الفلس رفيعة زيد عرضها بعد يمتلك بترفع مرة تانية وهاكنا وواضح كمان انه مئة وعشرين درجة في ما بينهم هاي ال R-S S-T-T-R وهكذا رجبين كبله طبعا اذا طلعنا على الكرنت راح نلاقي الكرنت شكله مش ساينوسويدل طبعا لانه لسه عدد الفلسز قريب منخفضة فهذا سيكون عالي لكن منلاحظ كمان هيتذكره حسب التشانل اللي عندنا نحن دخلينهم على نفس التشانل تبع الاسوليسكوب راح يعرضهم بالالوان اللي هي يلو ماجنتا ساين يلو ماجنتا ساين بينهم مئة وعشرين درجة بين كل واحد التانية لكن شكل الويفون طبعا عجيب بسبب عدد بسبب الخفاضة لفريكنسي تبع الكارير نرفع الكارير الفريكنسي مثلا لخمسمية وعفوا قبل ما اغيرها تلاحظوا هون اذا تتطلعوا راح تلاحظوا كان عندي الكارير فريكنسي مية وخمسين فهي تلات اضعاف الخمسين هيرتز ففي عندي تلات فلسز في المية وتمانين البوزيتف وتلات فلسز في المية وتمانين فعادة النسبة لفريكنسي تبع الكارير لفريكنسي تبع الاوتوت بتحدد عدد الفلسز اللي موجودة خلنا ننتقل لخمسمية بحيث ان نصير عندي عشرة فلسز في كل مية وتمانين درجة فرها غير هاي لفريكنسي لها من خمسمية ثابس يعني بكينا مراً ستطلعنا الان هون بتشوفوا خلنا اعمل يوم عليها خليني اعمل جزء رح تلاحظو هون عندي هاي نفس الشي بالكرافية بدي زيد عرضه ويقل الزمن ما بينها يعني لاحظو هون عم بصير شكلتين في مسافات كبيرة بالزمن بينها بالاول بعدين بتقل المسافات بعدين بتزيد وعرض الفلسز بكون رفية البداية بصير يزيد عرضها بعدين مردين مقص تناسباً معه كأن عمالي بحتيهم في ساينس ويتل واخره بس وذلك ما اجيبها انا لو باجيبها سويتشينج وبتغيير الزمن وعندي واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اللي هي خمسمية عشر أبعاء الخمسين نفس الطريقة عندي مية وخمسين مية وخمسين مية وخمسين أخوان عندي مية وعشرين درجة مية وعشرين درجة وكمان مية وعشرين درجة انا حابب قبل ما نشوف الكاملات بس تلاحظوا أثر الام اذا رفعنا الموديوليشن اندكس من الكونت فايد مثلاً من الكونت ايت وحتشوفوا انه عرض البلسز بزيد حتى على نفس الكارير فريقونسي يعني اخلعت من الكونت فايد لبونت ايت لاحظوا هلا هون مرة ثانية ناخد مثلاً المكان الشبيل بالمكان اللي تطلعنا عليه قبل شوي رح تلاحظوا هون عرض البلسز أشد من أول أشد من الحالة السابقة فحتى التزيادة في الموديوليشن اندكس بخلي البلسز تزيد عرضها لحيث انه يعطيني بولتج أشد أو كرد أشد في الكونت فايد نرجع مرة ثانية مثلاً على كونت فايد نرجع مرة ثانية كيف تلاحظوا عرض البلسز رد قل مرة ثانية فالموديوليشن اندكس بأثر على عدد على عرض البلسز نلاحظ الكارير كانت نحن كنت تحسن شوي لان احنا رفعنا مئة وخمسين هرس لخمسمين ثيرتز في لسا تجاعدات منهم في بطل لكن احسن الى حد ما من مئة وخمسمين هرس لنرفع مطلع إلى الفيرتز كارير في ونسر تلاحظوا طبعاً نفس الفكرة الليست موجودة اللي هي الزيادة اه العرض تدجل العقب واقب الكارير نلاحظ هلا هون الالتيك الريبل كمان خف نسبياً نرفع اخر شي الى الفين احسن الى الفين احسن الى الفين نرفع اخر الكرنت ونشوف كي بتغير هلا لما بغير ام مثلا هون عندي الكرنت حوالي حوالي تقريبا التمانية وعشرين امبير تبعه. تبع حوالي سبعة وعشرين امتير. لو وجينا رفعنا ام دان من الوينت فايت. اللحظة البيك واضح انه ارتفع. ارتفع من حوالي سبعة وعشرين الان فوق الاردعين حوالي تلاتة واردعين تلاتة واردعتين تلاتة واردعين امتير اذا ام بagiقدها تغيري هي تزيت شدة لاؤفوت. طبعا انا كمان بامكان اغير للفي ت consortت ازا بلاك من هون مهون مثلا با استعمال خمسين ل虫 وعشرين خمسة وثلاثين هحص وبيتجير طبعا لذلك التUmين بت ا�ي وميه البعض. هاي بتكون الانتردكشن لثري فايز انفرتر من هون طبعا حنا استخدمنا 6 Pulse ممكن كمان فيان the option انه ابني مستقبلا 12 Pulse Inverter double bridge لكن هادا بنسبة لثري فايز انفرتر